موسيقى يضع الزيت على نار متوسط و يترك حتى يحمى ثلاثة أكواب خبز لبناني مقطع مربعات يقلع حتى يتحمى يضع على ورق المطبخ نصف كيلو جرام باتنجام مقطع يقلع حتى يتحمى يضع على ورق المطبخ ملعقة و نصف كبيرة زيب نصف كوب لهز مقطع يضع على نار متوسط يقلع حتى يتحمى يضع على ورق المطبخ يضع على نار متوسط 350 جرام لحمة مفرومة ناعمة يقلع حتى ينضج ملعقة و نصف صغيرة ملح ربا ملعقة صغيرة فلفل أسود ربا ملعقة صغيرة بهار حلو ربا ملعقة صغيرة كرفة يضع على نار متوسط يضع على نار متوسط يضع على نار متوسط كوبان ماء ملعقتان كبيرتان ربا ملعقة صغيرة ملح يضع على نار متوسط بعد أن يغلي يترك مدة 5 دقائق الباتنجان المقلي بعد أن يغلي تغطى المقلاط وتخفف النار وتترك مدة 10 دقائق ثم ترفع عن النار كوبان لبن زبادي نصف ملعقة صغيرة ملح حص ثوم مهروس يخلط جيدا طريقة التقديم الخبز المقلي الباتنجان مع الصلصة اللحم المقلي مع اللوز اللبن الزبادي بقية اللوز المقلي يزين الطبق بولباكدونس المفروم ويقدم مباشرة حتى يبقى الخبز مكرمشا ترجمة نانسي قنقر